لا أحد يرغب فعليا بمواجهة مباشرة مع روسيا لا أوروبا ولا النيتو ولا حتى أمريكا روسيا دولة نووية قوية اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وأحد أخطاء بهذا العالم ننفذ العقوبات التي فرضتها أمريكا عليها والاتحاد الأوروبي وندعم أوكرانيا بالأموال والتصريحات ولكن عن بعد نحبك يا زيلنسكي تعال هات لك بوسي نحبك كثيرا ولكن عسكت لكن لكلام الجد والخطير مخيف جدا وآخر انتشر تسريب صوتي منسوب لضباط ألمان عن جدوى تزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس وكيفية تدريب الطيارين الأوكران على استخدامها بما فيها الأهداف الروسية المحتملة مثل جسر وقرن الجسر الأهم لكن المستشار الألماني كان رافضا لتزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس كما أن تسريب تطرق إلى وجود قوات مريطانية على الأراضي الأوكرانية وهذا يحرج شركاءهم في حلف الناتو ما هي هذه الصواريخ؟ والتي لدى ألمانيا حوالي خمسمائة صاروخ منها تاوروس مداه يصل إلى خمسمائة كيلو متر أي أنه قد يصل إلى موسكو هو قادر على تدمير قنوات الإمداد الروسية إلى إقليم دومباس المستشار الألماني رافضا لتسليم هذا السلاح لأوكرانيا لها يريد المواجهة مع روسيا يا جماعة ثم إن الصاروخ الواحد فمن هو مليون يورو مليون يورو للصاروخ الواحد لكن بمجرد انتشار التسريب حول هذا السلاح خرج وزير الخارجية الروسي للتعليق على الموضوع استمعوا له لا أعرف كيف أصف ما حدث ولكن من الواضح أن زملاءنا في الناتو متورطون ولا أعرف كيف سيشرحون ذلك لشعوبهم طبعا الأمر محرج لألمانيا لذلك اقتضى الأمر أن يرد المستشار الألماني لكن رده كان مقتضبا ما تم الإبلاغ عنه هناك أمر خطير جدا لذا سيتم التحقيق فيه بعناية شديدة وبشكل مكثف وسريع للغاية هذا أمر ضروري هذا الأمر الصراع بين أوروبا وروسيا الغرب وروسيا دائما يسحوذ على اهتمام المعلقين والمغردين أبدأوا بتغريدة من معتصين ما يقولوا فيها والله كنتوا عايشين ومبسوطين والغاز بدل خط كانوا خطين والاقتصاد مشعل والصناعات شغال فجأة قررت تخرب عليكم وعلى شعبكم حتى لو انتصرتم بالحرب هل ممكن تقدير حجم الخسائر متوقعة والغير متوقعة الحق البوم يدلك على الخراب فاطمة رضوان تقول الله يرحم أيام المستشارة ميركل الست الحكيمة اقتصاد بلدها كان الأعلى في أوروبا كلها وعمرها ما كانت تورط بلدها ضد بوتين أبدا رياض في التكنولوجيا الروسية الحديثة يرجح أن روسيا قادرة على محاربة العالم بأكمله والانتصار عليه علي قال لك لماذا أوكرانيا تصر على أن تأخذ من ألمانيا بالذات صواريخ بعيدة المدى لماذا لم تطلب من بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا لأن زيلنسكي يريد أن يدخل ألمانيا ومن ورائها أوروبا بمواجهة مباشرة وصريحة مع روسيا آخر تغريدة من لي أولك صارعون بألمانيا والمخابرات والشرطة وآخر شيء تتجسس عليهم روسيا لك يا عيب الشيون بس هذه نقطة مهمة وتستحق المراقبة والتوقف فرئيسة رجنة الدفاع في البوندستاك قالت يجب أن نضع حدا لسهجاتنا لقد زادت الهجمات السبرانية والتجسس والتضليل بشكل كبير نحن بحاجة ماسة إلى تعزيز أمننا واستخباراتنا المضادة لأنه من الواضح أننا معرضون لخطر في هذه المنطقة